أعقدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر أصير في وزيرة السياحة اجتباعا مع وفد من إمارة موناكو وذلك البحث مسارات التعاون السياحي وتعزيز الشراكات في قطاع السياحة والضيافة والاستفادة من التجارب المشتركة وتبادل الخبرات لتنمية القطاع السياحي في البلدين وفي مستهل الاجتماع أطلعت سعادة الوزيرة الوافدة على تفاصيل أهداف ومرتكازات استراتيجية السياحة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 والتي تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع المنتج السياحي واستقطاب عداد أكبر من السياح من مختلف الجنسيات وأكدت سعادة الوزيرة الصغيرة في خلال الاجتماع دعم مملكة البحرين لكافة الجهود المبذولة من أجل تسريع وتيرة نمو وتعزيز القطاع السياحي العالمي ورفع معدلات أدائه على كافة الصعود معربتان عن استعداد وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض لإقامة علاقات مع وكالات السفر والسياحة والهيئات الرسمية المعنية بالسياحة في إمارة موناكو من جانبهم أعرب أعضاء الوفد المناكي عن سعادتهم بتعزيز الروابط السياحية مع مملكة البحرين مؤكدين أنهم لمسوا إمكانات كبيرة لتعميق التعاون السياحي مع المملكة إضافة إلى التعاون في صياغة الخطط الإستراتيجية السياحية المشتركة ترجمة نانسي قنقر